نعرف إيه اللي كان مكتوب جوه قودة اللبس قبل المباراة بساعات قليلة جداً ويمكن ده اللي بيفرق دايماً هو الدعم النفسي والحيان إحنا كمان عندنا نادى راشد أخصائي نفسي أكيد يعني فكرة وجود أخصائي نفسي في صفوف الفريق ده شيء مهم جداً بيدعم نفسية اللعبات خاصة أن هم كانوا بيعانوا من حالة نفسية الحقيقة مش جيدة عاقب الخسارة في جيم تو أمام نادي الزمالك زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بالدم بالروح إيد واحدة الدوري مش هيروح يا رب انصرنا يعني فريق واحد إيد واحدة وحلم واحد الدوري إن شاء الله في الجزيرة بالدم بالروح الدوري مش هيروح العبوا برجولة العبوا بحماس روح الفانيلا الحمرة اوواوا تنسوها اللون الأحمر هو رمز البطولة بالدم بالروح إيد واحدة الدوري مش هيروح الدوري إن شاء الله في الجزيرة بالدم بالروح الدوري مش هيروح العبوا برجولة العبوا بحماس روح الفانيلا الحمرة اوواوا تنسوها اللون الأحمر هو رمز البطولة روح الفانيلا الحمرة وتظل روح الفانيلا الحمرة هي الكلمة اللي مفيش أي حد ممكن يفهمها غير اللي بينتمو للنادي الأهلي هي فعلا روح الفانيلا الحمرة دايما الناس بتقول احنا بنقول شعارات ولكن هي مش شعارات اديكوا شفتوا بعنيكوا اللي كان موجود داخل قط اللبس وده مش بس داخل قط اللبس الخاصة بسيدات طيرة الأهلي ده في قطة لبس أي فريق بينتمل النادي الأهلي روح الفانيلا الحمرة تيشرت النادي الأهلي اللي بيلبسه بيبقى حاسس بالمسئولية عاملة الزاي وده اللي احنا بنشوفه وده اللي بيتحقق فعلا في أرض الملعب دايما لما بيكون فيه إخفاق حتى ولو بسيط في جيم واحد أديكوا شفتوا مخسروا جيم واحد جيم واحد بلقب جيم واحد بلقب جيم واحد ببطولة ده اللي احنا دايما نتعودنا منه من كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي الكبيرة والعظيمة واللي احنا دايما بنتشرف ان احنا بننتمي لها وهي روح الفانيلا الحمرة ولون الأحمر هو دائما دائما رمز البطولة طيب